أبي حبيبي ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الأنبياء أحسن ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أحسن الأنبياء وعظم الأنبياء وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجلهم ونحبهم عليهم صلواته الله وتسليماته جميعا لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء صح؟ صح ليش؟ لأن أول شيء ربنا سبحانه وتعالى اختاره واختصه وربنا آل يختصوا برحمته من يشاء ربنا سبحانه وتعالى ميزوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختصوا جعلوا خاتم الأنبياء فلا نبي بعده خلاص ختامها مسك فرسالة عليه الصلاة والسلام هي الرسالة الخالدة تبقى إلى قيام الساعة ما رح يجي نبي يجيب رسالة تنسخ أو تمحي الرسالة اللي يجي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمام هاي واحد اثنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دليل العظمة وقف إمام بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج فهو إمام الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم المعجزة اللي يجي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم معجزة اللي هي القرآن الكريم حفظه الله من التحريف والتبديل وتكفل بحفظه بنفسه تمام أما بقيت للكتب حرفت وبدلت تمام معجزات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة انشقاق القمار سيدنا موسى انشق له البحر سيدنا محمد انشق له القمار صح سيدنا سليمان اجا عرش برقيس لعنده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارتفع المسجد الاقصى وشافه الله اكبر فجل الله لي بيت المقدس تمام نعدد ما منخلص منه للدهر كله اذا الايام كلها وكل الحروف وكل الشعراء بيحكوا بيمدحوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نوفيه قدرة وعلى تفنن واصفيه بمدحه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم عرفنا قدرة واجعلنا ممن احبه واجعلنا ممن احبهم قل امين امين اللهم امين